من أفضل الأوقات اللي ممكن نقرأ فيها الأحداث ونتعلم فيها علوم جديدة الأحداث الصعبة أحداث الصعبة بتبين لنا حاجات مهمة جدا 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 وتفاصيل مهمة في حياتنا وتفاصيل في تغيرات ممكن نقراها الناس كلها دلوقتي في حالة اندهاش هو إيه اللي جرى للناس وإيه اللي جرى للإنسانية وعشان كده ده ما ينفعش يفوتنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنقرأ قراءة حضرية لكل اللي بيحيط بنا وإحنا بنقرأ قراءة بتجمع ما بين الشريعة والدين والاجتماع البشري هنشوف حاجة مهمة جدا هنشوف أن الأبحاث العلمية قالت لنا أن الإنسان المتوحش هو ذلك الشخص غير المتحضر اللي بيطلق العنان لغرائزه العدوانية العنيفة تجاه الآخرين ومن ثم يختلف عن نظير المتمدن الذي يخضع للقواعد والضوابط بفعل اختياري وعلشان كده المجتمعات الحديثة قابض على فرض القانون ومعاقبة الخارجين لمن ظهور مجتمع الغابة الكلام دوت إحنا بنقوله الأبحاث العلمية هي اللي قالت الكلام ده في تعريف الإنسان المتوحش بس كنت أنا دايما بقول أن فكرة التوحش دي ما أصبحتش بهذه الشراسة اللي ممكن نتكلم عنها مازال الإنسان إنسان لكن اللي أنا عايز أقوله اللي انخفاض اللي إحنا شفناه في التعامل بالإنسان التعامل الإنساني مع الأحداث اللي إحنا فيها دي ما كانتش يمكن أن يتمر فيه تاريخ جديد بالكتب وأهم ملمح من ملامح التاريخ ده حقيقة مهمة لازم نقف عندها الحقيقة بتقول إيه الحقيقة مع الدراسات الكتيرة الموجودة بتقول إن فيه تاريخ للتوحش بيكتب إحنا كان عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة التوحش بتعيش مع مين؟ بتعيش مع الكلام عن الإرهاب بس إحنا دلوقتي بيكتب دلوقتي وصف وحالة جديدة من حالات التوحش توحش الكيانات توحش بعض الكيانات اللي بتزعوا من هي دولة فبيكتب دلوقتي تاريخ التوحش كانوا دايماً العالم الغربي كان بيوصف أعمال داعش بالتوحش وده صعيح لأن الناس دي مؤمنة بكتاب عندهم اسمه إدارة التوحش وبيوضحوا فيه إزاي يستغلوا الوحشية اللي بيعملوها علشان يخوفوا الناس ويهجروا من بيوتهم ويخليهم ييقاسوا من المقاومة إحنا كمان عندنا نفس الكلام وإحنا شوفنا لما بعض الناس من المتوحشين لما حرقوا الناس أحياء وقطعوا الناس إلى أشلاء نفس الكلام بيحصل دلوقتي ما ينفعش الباحثين يتجاوزوا ده وما يوقفوش عند ده هنا لازم نقول أن احنا وصلنا لمرحلة أني زي مكان المتوحش الداعشي يشرع ان توحشه الآن المتوحش في الكيان بيشرع ان توحشه هذا التوحش والزعم أن ده هو الحق ويقول للناس أصلي أنبياءنا ورسلنا هما اللي بيعلمونا ده ده طبعا بيقول أننا ننتقل إلى مرحلة شنيعة لأن كل الأنبياء جم بالرحمة وعلى رأسهم سيد مرسلين صلى الله عليه وآله وسلم اللي وصف الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين